ورحب هنا بالستوديو معي بالأستاذ ردوان الدبس وهو الخبير والأستاذ في التخطيط والإدارة حياكم الله أستاذ ردوان حياكم الله شكرا شكرا أهلا بسألة بكم أخوة المستمعين أعياكم الله أكرمك الله يعني لما نتحدث أو يكثر حديث خاصة لما ندخل في شهر 12 وقربنا للعام الجديد أنه جهز حالك للسنة الجديدة خطط لعامك الجديد خطط لحياتك فبالتالي مباب أولى لكنهم يستفيدوا أو يستثمروا بكرت أنه في سنة جديدة فيعني من أولها لآخرها فرصة أنه مثل ما بقولون حط نقطة ارتكاز ونبدأ مرة تانية تماما مثل ما يكون برمضان عنا أحيانا فرصة أحيانا بالحامل الهجري ببعض الدول الخريج فهي يعني أول مفروض الإنسان دائما يكون عنده وقت للتخطيط ولازم أي شيء بيكون مخططه لكن اللي عم يصير فينا أنه نحن يعني في طبيعتنا شوي بنحب بنمشي الأمور على البركة أكتر أحيانا ظروف تحكمك ظروف الحياة ظروف العملية المحيط فيك يحكمك بكثير أشياء ولكن أخيرا يعني التخطيط هو أساسي وللأسف يعني وحسب الدراسات العلمية الناس أو البطل الطبيعيين من البشر ما بيجاوزوا أكتر من 2 أو 3% اللي هن فعلا بيضعوا مخطط وبيمشوا عليه وبينفذوا لبده وبيأخدوا النتائج تبعه وبيقولوا والله إحنا أنجزنا نسبة كذا من المخطط أنه كان هذا الشيء جيد ونستفيد منه للمرحلة اللاحقة 2 إلى 3% بس بفضل نتكلم هنا عن التخطيط للحياة العادية الحياة العادية وليس لمشهوع أو المشاريع لا هذا وضع مختلف تماما إحنا اليوم عم نحكي عن الإنسان العادي الطبيعي ما يعني أخطط لما تحكي لنا بس 2 إلى 3% بخطط الحياة خلينا نقول أول شيء ما هو تعريف التخطيط خلينا نقول بصيغة يمكن تكون شوي أكاديمية ما هو تعريف التخطيط أو نعرفه للعالم تخطيط شيء هدف صورة تضعها لتحقق هدف معين أنت بحاجة أن تصل إليه أنا اليوم مثلا بدي حط هدف لأصل إليه ما هو التخطيط تخطيط كيف أصل لهذا الهدف شو هو الخطة العامة اللي أحطها لأصل لهذا الهدف طبعا أنك تحط هدف هذا شيء إله خلينا نقول إله قواعده إله أصوله أنك تحط آلية لتنفيذه إلى قواعده أصول أنك تتابع التنفيذ هاي قواعده أصول وأنك بالأخير تقيم شو أنا عملت خلال الفترة الماضية أنه هل حققت نسبة عشر عشرين تسعين مئة بالمئة من الهدف هاي قواعده أصول الموضوع يعني مو صعب ولكن ليس بسهولة رح أقرب لك نحن دائما عايشين بهدف رح أسألك سؤال أستاذ معتز أنت إنسان مسلم الحمد لله الحمد لله وإلك غاية به لهذا شو الهدف الأسمى اللي أنت تسعى له بالحياة بالحياة يعني إذا بني أحكي الله عز وجل لماذا خلقنا تمام لي يعبدون خلال نصل للأخير أنت بدك تصل على الجنة مثلا هدفك الجنة أنا الآن بشير وبحط وبعطي وجيب لا أصل على الجنة في عندي آليات لتنفيذ هذا الشيء أنا بدي طبق أركان الإسلام الخمسة وقواعد الفقه والشرع كاملة إذا أنا طبقتها خلال هاي الفترة فأنا معناته رح أصل على الهدف تبعي ما طبقته فمأنه ما لواصل للهدف تبعي ولكن نحن مهم ننظر للموضوع بهذا الشكل هي فطرتنا أنه الله خلقنا أنا بدي روح على الجنة لكن أنت يعود بينك وبين حالك هل أنت عمد تساوي الشيء يخليك تروح على الجنة إذا ما ساويت ولا تجي تقول لرب العالمين ليش ما وصلتني على الجنة أنت بالأساس ما ساويت الشيء المتوجب عليك نفس الشيء بالحياة أنا اليوم عندنا نقول 1-1 2023 إن شاء الله تكون سنة خير وبركة على الجميع أكيد بدك تقعد وتقول شو بدي حط هدف لحياتي خلال هاي السنة فالأهداف كثيرة فيه أهداف ممكن تكون شخصية تماما ممكن تكون عائلية وممكن تكون خلينا نسميها اجتماعية وإنت كإنسان تعرف طاقتك لازم مقدرتك المادية المعنوية محيطك ماذا يستطيع أن يقدم لك وعلى أساسه تبني أنه أنا بدي حقق هذا الهدف أو أضعه بالأول قبل أن ندخل بالتفاصيل التي تفضل فيها الآن كمقدمتها القياس لطيف وجميل الذي عملت النيابي ما يتعلق في الجنة والعبادات وما إلى ذلك لكن مثلا أنا أحكي لك أنه الهدف في الجنة واضح والخطة إلى واضحة مش أنا اللي رح أعملها أو على الأقل الأساس الله عز وجل حط لنا إياه اللي هو الأساسيات اللي أنا إذا ما قلتش عنها عارف أني رأي عجل حتى لو ما زلتش ولو كتير مثلا لكن ما عدا ذلك فمش بإيدنا أستاذ ردوان يعني اليوم ظروف الحياة متغيرة أنا خطة اللي أنا بدي أعملها وأنا أصلا يمكن يمكن ما معيش الآن أديش التاريخ اليوم 14-12 ما معيش ما صار تكفينا لأخر الشهر يعني مش بالسهولة الكلام النظري اللي عم تعطونا يا أنتوا تعون التخطيط والإدارة ومش عارف إيش نطبقها على حياتنا اللي هي مليئة الأسف بالمتغيرات والظروف التي هي كلها خارجة على إرادتنا تمام دعنا نحكي بشكل منطقي أنا اليوم لما أقول لك حط هدف شو إلتلك إلتلك حسب وضعك المادي الاجتماعي طاقتك إمكانياتك كليات تتحط ما إذن هدف هذا في أن أبقى على ما أنا عليه ممكن يكون هيك طيب شوف بالأزمات ممكن وجودك بنفس النقطة فهو انتصار حيله كثير أنا ما تراجع وبدو تخطيط عشان أبقى هذا كنو ما نزلش أخي نقول نحكي على الموضوع الشركات بأزمة كورونا حدثت أزمة عالمية في كتير شركات للأسف يعني أفلست وطلعت في شركات قاومت وظلت موجودة في شركات استفادت من الأزمة ولجحت وكونت الأزمات الجديدة طيب هل هذا يعني هذا ما علي ملامة لنسحب من السوق لأنه بالأخير هو الظروف وقهرته اللي ظل واقف على رجليه الله يعطي العافية رجال صمد وما هارجع اللي جدته فرصة واستفاد فهذا الله يرزقه يعني عطاها الله رب العالمين شي بدك تتخانه وما رح ترزقه هل واحد يعمل لي عليه بالضبط يحاول لي عليك ضبط أمورك كلياته وامشي وفي خطة في خطة بالنتيجة بنسميها احنا خطة طوارئ يعني لما تحط الهدف تبعك خاصة لما يكون هدف استراتيجي وكبير بالنسبة لك وانت داخله امكانيات مادية وعملية ومشغل عيلتك كلياته وانه يا جماعة انا هذا الهدف بالنسبة لي هذا الشيء يعني خلينا نقول اكبر شيء انا احط له خطة خطة ريسك خطة طوارئ هذا الهدف ما بدي استغني عنه بسهولة ممكن انت تقول انا بدي اكمل خطة بسيطة صغيرة لمدة سنة قسرتها يعني انت باخر السنة تنزعج لكن يا سيدين الحياة ماشية أشياء اقصرنا اقصر ماهي معا من هذه الجملة هل انا الأفضل ان اخطت بس لسنة اللي جاي طالما احنا جايين على سنة جديدة ولا لا نروح لأشي اكبر للهول الناس اللي باقولوها انت بعد عشرين سنة انت راح تكون وين والسؤال اللي بالوظائف اسألوني شايف نفسك فين بعد عشرين مثلا فبالتالي بعدين اظل انزل بعد انزل لأوصل لسنة بعدين انزل لأوصل شهر ايش الانسب بهذا الموضوع هذا بيطيع لأنواع التخطيط هلأ فيه تخطيط قصير الأمد فيه طويل الأمد وفيه بعيد الأمد اللي هو استراتيجي والإنسان فينا ماذا لازم نعمل اي تمام انت شو حاشتك على اليوم ما تقول لي بدي أخذ شهادة بكالوريوس انت عم تدرس لمدة أربع سنوات فيه واحد يقول لك لا أنا مو بدي بكالوريوس أنا عم خطط لأوصل للدكتورة الرجال هو عم يخطط لخمسة عشر سنين لقدام انه ياخد أربع سنين بكالوريوس وبعدين ماجستير وبعدين دكتورة طيب الخطة التبع على البكالوريوس هي قصيرة أربع سنين بعد عندك تت سنين للماجستير وبعد عندك أربع سنين للدكتورة انت بتحدد هل عندي استطاعة انه وصل لهذا الشيء ولا لا هل عندي استطاعة انه ادرس عندي إمكانية مادية لنفذ هذا الشيء أنا بدي أشتري بيت ترك موضوع الدراسة يكون دراسة شوي صعبة طيب احنا اليوم بتركيا على الرواتب لا تيجي تقول لي أنا عم خطط أشتري بيت بعد عشرين سنة بزعل منها كتير يعني الهيليان عشرين سنة اي يعني صعبة شوي فخلينا نكون واقعين كل إنسان بيعرف متما ترك طاقته المادية طاقته العملية المحيط فيه شو الدعم اللي ممكن يتلقى من المحيط انت اليوم بتقول والله أنا امكانيتي كذا ولكن ممكن زوجتي تساعدني للشغلة الفلانية ابني كبر إذا اشتغل ممكن يساوي للشغلة الفلانية بنكبل خطة شوي تمام بتربط الأمور بتشبكها بنشي أحيانا لا أنا عندي طفلين صغار وزوجتي ما بتشتغل ما بربط أمور إنه أنا بدي ساوي شي معجزة فالأهداف هي الأهداف احنا كنا بنعرف الهداف الذكية فإلى خمس شروط اللي هي أول شي تكون قابلة للتحقيق تكون إلى نطاق زمني معين إنه تكون متوافقة مع طبيعتك إنه قابلة للقياس إنه أنا فيني قياسها فإذا ما أنت حققت دول الشروط فلا لا تتعب حالك وتعب المحيط وهذه الشروط لازم تكون عن أهداف طويلة المدى والقصيرة إن شاء الله بعد ثلاث ساعات تماما أنا اليوم بدي أطلع بالمواصلات من هون للطرف الآسيوي لا تقل لي إنه خلال ساعة رح يكون هناك ما بزموت خلاص أنا رح أضب طموري بحسباب أخي أنا بعد ثلاث ساعات رأي أصد للمنطقة الفلانية بقول لك رح أطلع بكذا وبكذا وبالطريق بقول لك أنا أطعت نص الطريق مزبوط على الساعة أنا أطع نص الطريق فأنت أحدد جميل طيب خلينا إحنا مقبلين ع سنة جديدة إن شاء الله وفي ناس تتحمس وفرصة لما أنت حكيت إنه فيها كلام وفيه تشجيع وفيه تحميس وفيه إنه الناس مواسم وحاب أن أعمل خططي تمام فماذا يجب أن أفعل نرجع لك أنت حدد أولوياتك كل إنسان له أولويات بها الحياة أكتب أولوياتك اللي أنت بتشوف أنه أنا خلال السنة هل أنا بدي أدرس بدي أحفظ قرآن بدي أغير عملي بدي أسافر أطلع بدي أززوج شو هي الأولويات أنت حدد اثنين ثلاثة أربعة ببعر كل إنسان فينا له أولويات وبها الحياة طبيعي تمام بدي أدرس إبني بالجامعة قد يكون ما بعرف أبنك يخلص بكالوريا وبدأ الدرسه بالجامعة هاي خطة انتحاطة فبالتالي لازم أحقق دخل مثلا أزود السنة الجاي عشان أدخل الجامعة اختار أحد الأهداف أو هدف أو هدفين لأنه أنت أنا ضمن إمكانيتي ما فيني حقق أكثر من هدفين فبعدنا وحددنا الأولويات شو الأولوية رقم واحد كذا ورقم اثنين كذا نعود عليهم تمام أنا بدي أدرس إبني بالجامعة شو المطلوب مني بدي أدرسه محتاج توفير جو عائلي بالبيت يدرس يكون الولد جاهز للدراسة في وضع مادي يساعدني على أنه دخله مثلا كل شهر هذا المبلغ بدي أسجله بالمعهد الفلاني وبالأكاديمية الفلانية ودرسه وصويله فأنت بالأساس أنت تحدد شو اللي عندك مشي علي كلنا أكيد يعني هذا شيء طبيعي وبعد ما أنا حددت الهدف الآن حددنا نرسم الطريقة مثل ما قلت لك رسمنا الطريقة أن هذا الولد نفوته على الجامعة تمام سجلناه بمعهد اليوس نحن أخذنا شوية تفاصيل لا أعرف إذا الوضع بهذا الشكل سجلناه بمعهد أنه يأخذ يوس أو سات أو هي أحد البرامج اللي تدخله بالجامعة وسجلناه بمعهد آخر ليأخذ لغة أهله لدخول الجامعة تمام نحن نبدأ بالتنفيذ هون كل فترة شهر أو شهرين أنا بوقف أنا أديش عندي مدة أنا عندي 8 شهر لازم الولد يدخل على الجامعة خلال هيلة 8 شهر الولد لازم يكون جاهز تمام يا ابني أخذت درست شو نتائجك من امتحان وين رح توصل المصاري اللي عم أعطيك ياه هل عم تغطي ولا لا كل شهر شهرين بوقف بساوي نقطة مراجعة وتحديد التحديد للي جايب جميل ضروري هذا الكلام مو ضروري ونتم تلعام المثال لكن أي هذا بنتبق على أي خطة بكل شيء حسب ما أنت الوقت تبعك تأخذ ممكن تأخذه الشهري ممكن كل شهرين كنت فصلي حسب الهدف اللي أنت ماشي لعنده بالتالي أفهم منك أن هذا الكلام مكتوب بده يكون والله شوف هو مكتوب يفضل ولكن خلال نكون واقعيين ما بحسن أنا بيعود سجل لك كل شي ممكن الواحد طيب ما نقول أنت عم تتابع ابنك و هو عم يروح للجامعة عم تتابع ابنك بالنتائج نحن للأسف اللي عم يصير أنه ببعض الأشخاص وهي دول من السبعة وتسعين بالمئة أنه خلاص روح سجل بمععد الفلاني هاي المصاري و روح سجل تتفاجأ بعد سنة أنه رجال لا نجاب علامات عالية بهذا القسم ولا نجح بهذا القسم و رح سنفوت على الجامعة ليش أنت ما تابعته بالأساس ما وقفت كل شهر و قلت له فرجيني شو النتائج تبعك المصاري عم تدفع أعطيني الإيصالات فرجيني شو تعلمت هل أنت جاهز تنطلق بالشهر اللي بعده أصرت ليش أصرت شو اللي صار معك أنا والله بالبيت ما عم يتيأ لي جو دراسي ليش وطنا أخواتي عم يساولي مشاكل الغرفة مو جاهزة كذا تمام أنا بساعدك لا تتجاوز بالمعهد أنا ما ليفهمان ما هم يفهم عن الأستاذ تمام بروح المعهد و بحاول إفهم بغيره الأستاذ هو بيغيب طريقة دراسته المهم أنه أنا المشاكل اللي عم تجي لأنه عن التنفيذ يعني مو بسهولة التخطيط التخطيط سهل ولكن التنفيذ هو الصعب وأنت لما توقف على التنفيذ فأنت أسست للنجاح اللي بعده جميل والمتابعة الدورية هذي اللي كل أسبوع كل شهرين أبدا متعوي قياس شو نفض هل الوقت رح يساعده لا اضغط حالك أنت هيك في عندك تأصير لا ما عندك تأصير أمورك تمام مية بالمية خليك ماشي بنفس الرتب لا أنت هيك ضغط على حالك زيادة والوقت بنيح ما في داعي للضغط على حالك خفف ضغطك شوي فهذا الشيء حتى الولد أو الموظف أو أنت نفسك تعطي راحة بالتعامل أنه أنا ماشي ضمن السياق كويس طب التخطيط ساذة ردوان هل هو أسلوب واحد إلوه أم لا قد يكون إلوه عدة أنواع أو عدة أسليب لا أعرف كيف ممكن نختار النوع الذي يناسب حالته لم يناسب حالتك يناسب الهدف الذي أنت عليك حسب الهدف حسب الهدف يأخذ التخطيط مثل ما تلك الأنواع على تخطيط 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 سراتيجي قصير طويل أنت تحدده على الهدف الذي أنت هذة هي الأنواع هذة هي الأنواع تخطيط هذة تستخدم في التخطيط للفرد وليس لمؤسسة أو منظمة لا يختلف أبدا تخطيط الفرد عن تخطيط المؤسسة ولكن في المؤسسة لأن في ضخ أموال وفي موظفين وفي ربح وخسارة فالإنسان دائما المادة هي أولية بالنسبة له لكن على الصعيد الفردي لأنه لا يوجد ما في مادة سيدي توقع الله ما نجحت السنة سنة الجايش و سيكون لا تتدقق على الموضوع وهذه الطريقة في الحياة كيف تنظروا لها أساتذة الإدارة أي واحدة التي هي الطريقة في الحياة بهذا الشكل لأن الحياة ماشية وخلاص يأتي واحد بيقول لك يا أخي على البركة يا أخي ما بنؤمن على البركة كلنا نحب على البركة ولكن لما أنت خطت شيئون ونفدو ونجح فيه لما تنامس حلاوة النجاح وأنه أنا استفدت من وقت اللي أنا خطيته استفدت من الإمكانية لمحطيتها استفدت من الضغط اللي شكلته على عائلتي لحتى نفدته الهدف لما تنجح بالأخير بتقول والله يا أخي أنا استفدت ونجحت واللي حوالي كلهم فرحوا فأديش هي حلوة أنه أنا أرجع عيد التجربة ولكن للأسف اللي عم يصير فينا أنه ما عم نلح ندوء هذا الحلاوة لحتى نقول بدنا نرجع ونعيد فيها حلاوة وجرب أي واحد فينا أنت أخر مستمعي يجرب ولو على شيء بسيط ينسق أموره ويرتبها مثلا على مدى الشهر يا أخي لا تأخذ السنة تجربة طويلة رتب أمور أنه أنا مثلا خلال الشهر القادم رح أعمل الشغلة الفلانية هاي محتاجة مني واحد اثنين ثلاثة يعني شوف أنا بزعج أهلي بالبيت وبيشتكوا مني كثير بيقول لك كل شي عندك مبرمج مو لأنه أنا يعني استفيد من الوقت استفيد من الامكانات وانجح واطلع فأنا لما بطلع رحلة بقول له بنطلع الساعة كذا ليش بنطلع الساعة كذا مواصلات اسطنبول هيك هيك ترتيبة إذا طلعنا قبل بساعة رح نعلق مع المواصلات إذا طلعنا بعد بساعة رح يكون راح علينا وقت كتير فليفضل هاي الساعة بتأخذ معنا ساعة ساعة ونص بنصل هناك بنعود بنائذ مكان كذا بنعود لنا ساعتين ثلاثة بنرجع الساعة كذا طيب ليش نرجع الساعة كذا لأنه كمان في مواصلات اسطنبول ويكون انتوا تعبتوا بعد أربع ساعات يعني يا بدكن تطلعوا بعد أربع ساعات يا بدكن تطلعوا بعد ست ساعت بتقولوني بعد ست ساعات تعبنا بابا ما عد فينا طيب أنا أتجنب هذا الشي خطت حاول تخلي حياتك كليات ونت تتحدث عن رحلة بس بسطنبول الرحلة صعبة جربت بخيط المحافظات لا ولا ما بدأ بالترتيب كليات فالإنسان هو بطبيعتك لو تحاول أنه دائما تنظم الوقت ستجد عندك وقت و ستجد عندك إمكان و تضبط حياتك بشكل كامل جميل رفت عليك أستاذ رغواندبس شكرا جزيلا لك على ما أفدتنا فيها حقيقة الله يكرمك أكرمك إن شاء الله فعلا كل اللي يتبغون نتأمل نتأمل ذلك ولكن مسهل مسهل لكن نبدأ ولله لازم نبدأ و نغلط و نعدل و نصنع لازم نبدأ لازم لازم نبدأ أنا أقول لا نستنى واحد واحد خلال نخطط من بكرة يا سيدي ما علش خليه يتجهز نفسه نفسي يلا واحد واحد ما علش المفروض تخطيط يبدأ من حوالي عشر أيام بواحد واحد يبدأ التنفيذ أنت تكون جهز الخطط جهز كل شي بواحد واحد أنا بدأت التنفيذ جميل فالآن أنا الأسبوعين الجاية تبدأ هذا تخطيط بتشير وبتحط هاي أولوية لا مؤولوية هذا الشيء بيزبط معي هذا ما بيزبط معي هذا الممكن يصير كذا فبواحد واحد يكون أنت بدأت بالتنفيذ الله يفتع لك شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا